استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى في قصر الصافرية هذا اليوم سماحة المفتية الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا حيث نقل إلى جلالة الملك المفدى تحيات فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمنياته لجلالة الملك المفدى مفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بسماحة المفتي كما رحب بزيارته إلى مملكة البحرين مؤكدا علاقات الصداقة وتعاون الطيب الوطيد التي تربط مملكة البحرين وروسيا الاتحادية مشيدا جلالته بالنتائج الإيجابية التي أسفلت عنها زيارته الناجحة لروسيا في شهر فبراير الماضي ولقائه المثمر مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة والذي عزز من علاقات البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك في المجالات كافة مشيدا جلالته بما تشهده روسيا من تقدم وتطور بقيادة فخامة الرئيس الروسي مؤكدا جلالة الملك المفدى الحرص على تطوير هذه العلاقات وتنميتها في كافة المجالات كما هنأه بافتتاح المسجد الجديد في روسيا الاتحادية والذي يعد أكبر المساجد في أوروبا ويشكل إضافة للكثير من المساجد في روسيا الاتحادية ما يؤكد احترامها لمختلف الأديان وترحيبها بالجميع كما أعرب العاهل المفدى عن تقديره لجهود سماحة المفتي لإعلاء قيم التعايش والحوار والوسطية ونشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة بما يعكس الصورة الحقيقية لديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو للمحبة والتسامح مع الجميع ونبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله والذي لا يمت للإسلام بصلة مشيدا جلالته بالتعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلس الشورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية في مجال الشؤون الإسلامية بما يعود بالخير والمنفعة على الجانبين منوها جلالته في هذا الجانب إلى أن مملكة البحرين قد تبنت عددا من المبادرات والمؤتمرات التي تدعو إلى التقارب بين الأديان لكل ما فيه خير الإنسانية جمعا مضحا جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين كانت عبر عقود طويلة معبر وميناء الحضارات في العالم وجمعت مختلف الديانات في بلد واحد مشيرا جلالته إلى أن شعب البحرين وعبر تاريخه العريق يتميز بروح التسامح والمحبة والترحيب بجميع أهل الديانات الأخرى انطلاقا من وعيه وتحضره وإيمانه بالمبادئ الإنسانية وتواصله مع الجميع في مجتمع مترابط قائم على الأخوة والمحبة بين الجميع وإننا في البحرين نعمل دائما على البناء والخير والسلام مع الجميع وأن البحرين تحتضن العديد من الأديان والمذاهب تربطهم جميعا الوحدة الوطنية التي هي صمام الأمان وأعرب جلالة الملك المفدى عن تمنياته لسماحة المفتي بالتوفيق في زيارته للمملكة من جانبه أعرب سماحة المفتي الشيخ راوعين الدين عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى على ما لقيه من ترحيب وكرم ضيافة من لدن جلالته ومن المسؤولين في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مما يعكس عراقة وأصلة هذا الوطن وشعبه المضياف وأكد سماحة المفتي راوعين الدين أن زيارة التي قام بها جلالة الملك المفدى لروسيا الاتحادية قد حظيت باهتمام وترحيب من الجميع وأن نتائج هذه الزيارة أسهمت في تطور العلاقات بين البلدين لما فيه الخير والتقدم للبلدين وشعبيهما الصديقين وأشهد سماحة المفتي بمساهمات صاحب الجلالة الملك المفدى بدعم القضايا الإسلامية والحوار والتقارب بين الأديان والبعد عن التطرف والتعصب لكل ما فيه خير شعوب العالم مؤكدا إدانته للإرهاب الذي يتعرض له العالم ونبذه بكل أشكاله وأعرب عن سعادته بتعزيز التعاون مع مملكة البحرين بكافة المجالات مشيدا بأجواء التسامح والتعايش والمحبة بين مختلف الأديان والمذاهب وروح الأسرة الواحدة التي تنعم بها مملكة البحرين بفضل قيادة جلالة الملك المفدى وسياسته الحكيمة وأعرب في ختم اللقاء عن خالص تمنياته لجلالة الملك المفدى بمفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين لاستمرار التقدم والنماء وقدم سماحة المفتي راوعين الدين لجلالة الملك المفدى مجموعة من الإصدارات التي قام مجلس شورى المفتين لروسيا الاتحادية والإدارة الدينية لمسلمين روسيا الاتحادية بإصدارها اشتركوا في القناة